تتجدد دعوة التقديم على إجراءات المعين المتفرغ وتتجدد معها آمال ذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم بتخصيصات مالية ضامنة للآلاف منهم الجهات المحلية المختصة بذوي الاحتياجات الخاصة طالبت الحكومة ووزارة العمل بتوفير راتب مزدوج تشمل الطرفين في العائلة من ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك لمن يوفر الرعاية لهم الشخص المعين المعين هارب حذ ذاته مشكلة ثانية هذا هم يحتاج له إلى قوة يحتاج له إلى أمواله أيضا موازية للمعواق حتى يقدر يعيش حياته هو وحياة المعواق أو إذا كانت زوجته أخوه أخته عايشين وياه اللي هو المعين موازية للمعواق أيضا نفس الحالة تحتاج إلى زيادة وتأتي مطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة بتوفير نسبة للمتقدمين على الأعمال في البلاد لشمولهم بها بالإضافة إلى ضرورة توفير مبالغ مالية مناسبة تسد الاحتياجات الطبية والحياتية معاً والدي والدي اثناء تم سموا بكم ومعاناة كل شهوية ندنعاني من الراتب المعين يعني تقريباً اللجنة الطبية خاصة يعني ملين يعني يسوون تقرير هيتش مثل ما كان يعني خاصة نقول لهم مردي يسويهم تقرير أنه يثبت أنه هم ما سموا بكم قال لأ اللي يجبوني شهود ما عارشون هاي المشاكل دائماً نعاني من أدها وما الراتب المعين كلش قليلة لازم يزيدون الراتب المتفرع نحن عددنا أكثر من خمسة مليون شخص من دول إعاقة بالعراق فبالتأكيد نطالب من سيد وزير العمل أن يكون هو صوتنا في مجلس الوزراء وأن يطالب بتخصيصات أكبر حتى ممكن أن تشمل عدد أكثر من المشمولين بالمعين المتفرغ وخاصة هيئة دول إعاقة والاحتياجات الخاصة التابعة لوزيرة العمل وشؤون الاجتماعية المعين المتفرغ حصراً للمراجعة لغرض استكمال إجراءات الحصول على الراتب وسط مطالبات بالتفاتة رسمية لوضع ملف الإعاقة ضمن اهتمام الدولة من بغداد صابرين كاظم العراقية الأخبارية